بين تذبذب المشهد السياسي المتأزم بفعل الخلاف المتواصل يحاصر العراق من مخاوف فقدان البوصلة السياسية والمؤسساتية ويحاصر كذلك من التبعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها ارتباك الطاولة السياسية وعدم إتمام مشروع تشكيل الحكومة المجتمع الدولي على لسان مجلس الأمن حذر تحذيرا شديدا لهجة من أن العالم لن يسمح بنفلات الأمور في العراق سيما أن القوى السياسية لم تدرك حتى اللحظة أنها أمام تحولات كبيرة في المنطقة وهنا تنطق الرسالة الدولية بصوت مرتفع على مسامع السياسيين أنهم ليسوا بمنأة عن تغيرات المنطقة ما قد يدق جرس تدويل الملف السياسي في العراق إذا لم ينتهز السياسيون فرصة عبور الأزمة بأنفسهم تقرير أصدرته شركة فيرس ميبل كرافت لتحليل المخاطر حذرت فيه من اندلاع إضطرابات شعبية في مئة دولة بسبب ارتفاع التضخم العالمي لأكثر من 6% من بينها العراق بل على رأس قائمتها وهنا لم تعد المسألة ذات طرفين معادلة واضحة الطرف الأول المتمثل بنعكاس أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العراقي والثاني الانسداد السياسي لكنها غرقت في دوامة كارثة الاقتصاد والأمن والاجتماع وهو ما يشهده الشارع من انفجار لبركان أزمات متسارعة في العراق لن تعود بالنفع حتى على سياسيين تمسكوا في الكراسي بعيدا عن قراءة الكارثة على الأرض إذن سياسة متأزمة اقتصاد متهالك ميزانية غائبة بطالة وفقر بنسب هائلة وانعكاس أزمة الطاقة جراء الحرب على أوكرانيا وفوق هذا كله تدخلات إيران في الشان العراقي وغياب السيادة بعد أن أصبحت مفاتيح طاولة بغداد متفرقة بين مصالح خارجية ونفوذ داخلي نفوذ يتغذى على انشقاق في الصف السياسي فإما أن يرأب الصدع أو فإن القادم أكثر خطرا أو أكثر ضبابية في البلاد